نبقرلت ما هذا الضجيج؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة الأحبة أهلاً وسهلاً بكم مع الدرس السادس والتسعين من دروس المحادثة التركية العربية اليومية نحن الآن مع مشهد سنحضره معاً يكون صاحبنا عزيز فيه يمشي بالليل فيرى رجلاً يتسلق على باب فيعتقد أنه حرامي ويهاجمه ويضربه ثم يأتي الجيران فماذا سيحدث؟ هذا ما سنراه معاً هيا بنا إلى المشاهدة ما أوليونا؟ أخرجز ما؟ اشتركوا في القناة 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 أو هكذا يكلمك يعني كاد أن يفر مني فأمسكته أو هكذا هرصز يكلضم لقد ألقيت القبع على اللص أو لقد أمسكت اللصة حركس دويسون ليسمع الجميع لقد أمسكت بالحرام ليسمع الجميع يكمل ويقول أين قوات الأمن هني يعني مو على أساس في أو هكذا أو أين يعني يمكن نقول أين كل ذراع كلك كوبة لري قوات المؤازرة قوات الأمن هو مصطلح معناه قوات الأمن كما أن الذراع يحفظ الجسد فإن كل كوبة لري تحفظ المجتمع وهكذا هني كلك كوبة لري أين قوات الأمن فيقولون الآن يأتي أهل البيت وهكذا يقولون هرصزم حرامي فيقول ها نعم فالرجل الكبير آيتكين يقول أزيز نهلت التنين ينا مرة أخرى نهلت التن هلت التمك ارتكاب خطأ يعني ماذا ارتكبت من أخطاء مجددا يعني شوف الزعت من جديد يا عزيز نهلت التنين ماذا ارتكبت من أخطاء مجددا يا عزيز فيقول عزيز يا نيابتم آبي ماذا فعلت أنا يا أخي كتبي شيء ميابتم أو كتبي شيء يقمض منك أنا لم أفعل شيئا سيئا أنا لقيت القبض على الحرامي كتبي الشيء شيئا سيئا يقمض من لم أفعل كي هنا تعجب أو هكذا أنا لم أفعل شيئا سيئا ثم يقول هرصزد كان لستان يعني كان يريد أن يصرق أو هكذا سيز بوليسي أرين أنتم اتصلوا بالشرطة سيز أنتم بوليسي بالشرطة بوليس شرطة بوليسي بالشرطة أرين اتصلوا أرى اتصل أرين اتصلوا أنتم اتصلوا بالشرطة ثم يقول أيها السيدة اذهبوا واتصلوا بالشرطة هنم أفندي أيها السيدة جدن اذهبوا بوليسي أرين يا اتصلوا بالشرطة جدن بوليسي أرين ثم يكمل ويقول يقول يا بكتم بوردا دوريور بكتم نظرتو بوردا دوريور كان يقفو هنا يتحدث عن اللس بكتم نظرتو بوردا دوريور نظرتو فرأيته واقفا هنا غريب لا يوجد اخطاء في الكتاب ثم يكمل ويقول أنا كنت قادما إلى هنا من هناك ثم يكمل أخي أيتكين يتحدث مع أيتكين يقول له كرباء كبيرة ترمانيوردو 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 تسلق كان يتسلق هنا مثل الضبع كرباء كبير مثل الضبع كرباء ضبع كان يتسلق هنا مثل الضبع لم أكتب عبارته مثل الضبع أنا أعرف أنني عندما أترجم بسرعة أحيانا أنسى بعض كلماتي لأنني ترجمت هذا الفيديو وما هو تسلق فيديوهات البارحة المهم يقلدم همن من كفصني جزني هير طرفني كردم يقلدم أمسكته همن فورا من كفصني رأسه جزني عينه هير طرفني كل جزء من أجزائه كردم أمسكته فورا وكسرت رأسه وعينه وكل طرف من أطرافه أو كل طرف من أطرافه يقلدم همن فورا أمسكته به من له كفص كفرأس كفص رأسه كفصني لرأسه جز عينه جزني لعينه هير طرف 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 طرفه طرفني لكل طرف من أطرافه كردم يعني كل تلك إشارات مفهول به كل أو 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 هكذا في نهاية الكلمات هي إشارات مفهول به كردم كسرت رأسه وعينه وكل طرف من أطرافه ثم يكمل ويقول جرسني ترمك أن لطسن ولتحدثكم أفوا اسمه ترمك ولتحدثكم الجرافة بالبقية جرسني جري 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 كلان الذي بقيه متأخرا جري الآخر يعني أو هكذا جرسني البقية جري سي بقيته جري سني ببقيته ترمك ترمك الجرافة التي يعني رأينا الأداة في عيننا ترونها على جوجل صور ترمك ما اسمها بالعربية ربما اسمها جرافة أو هكذا يعني شيء عصى برأسها مشط من رؤوس حديدية يستخدمه في تحريك التربة أو في لا أدري ماذا اقتلاع بعض النباتات ربما المهم أنلط صن لتخبركم إذن ولتخبركم الجرافة بالبقية لأنه ضربا لصة بالجرافة من هو هذا الرجل هل هو حقا لص أم هو شخصا من أفراد العائلة هذا ما سنراه في الدرس القادم الآن نرجع إلى مشاهدة أو إلى حضور هذا المشاهد مرة ثانية كنت مرة ثانية دا تقصو مرة ثانية مرة ثانية الظ مرة 35 سمع قوة قصkl بعد أن حضرنا هذا المشهد للمرة الثانية أذكركم لا تنسوا أن تكتبوه على دفتركم وأن تقرؤوه بصوت عالي جدا مرة مرتين 13 و20 و30 حتى تحفظوا هذه الجمل وتتمكنوا من استخدامها في حياتكم اليومية وتستطيعوا أن تنسجوا على منوالها مئات وآلاف الجمل ولا تبخلوا علينا بنصائحكم واختراحاتكم وانتقاداتكم البناء على العنوين الموجودة في مربع الوصف ولا ننسى أن نجدد شكرنا للمنتسبين إلى هذه القناة الداعمين لها دعما قويا أو متوسطا أو ضعيفا فبجهودنا مع أن يستمر هذا العمل ويزدهر ويثمر دامت البصنة تنقصة على شفاهكم والفرحة والسعادة والسرور مالئين لقلوبكم ودمتم بكل خير وسعادة وأمل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر